بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم ورحمة الله الرحيم والطالبات المرحلة الثانوية العامة مرحب الله بالصف الثالث الثانوي عرقنا بسويس عزة شرح تفصيح قاعدة اللغة الانجليزية ان شاء الله شباب مستمرين مهكتب جمعة 24 الوحدة الخمسة الدرس الثالثة والرابع نهاردة ان شاء الله نشتغل على جوز القواعد اللي جايفية في جوزة من قاعدة شباب او من الدرس ستة اربعة بيتكلم عن قاعدة الافعال التي تأتي مدبوعة اما بجنة جنة معناها مصدر زادة نجي او اما انها تكون مدبوعة بتوزع المصدر او الاثنين معا مع اختلاف ما بين الفعلين لو كان بتون مصدر او لو كان بطريق دي الجنة طبعا الشرح بتاع قاعدة مجلس شباب على قناة بتاعتنا دي قدر تتابعه واول ما هتيكي كل حاجة فيهم برضو هنراجحها معك ان شاء الله اثناء الحل وعلى بركة الله نبدأ من الصفحة 261 والشيكبوينت الرابع قداما قولها فيها اي دونت انجوي انا لا استمتع بي وفرق بعدها ازمتش از ايوز تو كما كنت معتادا في ما قال طيب تعال بقى عيني على الفعل اللي هو انجوي وده من الافعال الشباب اللي علشان اجيب وراها فعل تاني في جملتها ادي اللي اقصده بالقاعدة يعني ايه مستر افعال مدبوعة بافعال اخرى يعني الجملة يوجد فيها اكتر من فعل تمام الفعل انجوي طبعا دونت ده فعل مساعد بين في الجملة انجوي ده فعل جديد تمام الفعل انجوي من مجموعة الافعال اللي علشان اجيب وراها فعل تاني في جملته يكون هزا الفعل في شكل يعني مصدر زاد اي اي حاجة غير جدا تبقى غلط ما شاول مقدار شاول مقدار شاول مصدر من غير طبعا انا بشاور على الكلمة مصدر بتو كوك مصدر من غير طو كوك جابها مرتين كرارها مرتين المهم ما عندنا انها كده باجي بجيران ليه خدت جيران مصدر جيران معناها مصدر فعز ادي ايجي ليه عشان الفعل من مجموعة الافعال وجدت وراها في جملته فعل تاني بيكون في شكل جيراند وخلاص عملها طيب اللي بعد طبعا الحاجات دي محتاج انك انت تحفظ الافعال دي ويديها وتشوفها بتشتغل ان شاء الله ازاي هير برصبا اول تفهم لا لان الفهم بوردو نقطة مهمة المهمة عندي انا زي وانا شباب شرح كل قواعدك موجودة على القناة انت بمتال بساطة ان شاء الله اسم القاعدة انت عايزها ادخلها القناة وهي هاته وهاتله ان شاء الله هير برنس ديد انت وانت هير الفعل وانت من الافعال الا عشان اجيب وراه فعل تاني في جملته يكون الفعل ده في شكلته المصدر هير برنس ديد انت وانت هير تو ماري هيم اهلها مش عايزينها تتجوزوا المهمة عندي ده معنى الجملة طيب خراص كده يبقى انا عينة على الفعل اللي هو اجيبه واشو اه ده بيشتغل ازاي فانفحش اقول جيران دي مارين ما انفحش اقول ماضي مارد ما انفحش اقول تو بي مارد انه في بناء للمجول خراص طيب سم تايم سم سودينس فرق بعدها دي صايدت الفعل دي صايد من الافعال اللي عشان اجيب وراه فعل تاني في جملته يكون في شكلته والمصدر تمام طبعا انا الجملة هنا لو ما فيش بناء المجول لانه في بناء المجول بعد شوية هتزهر حاجات دي تمام طيب سم سودينس صايدت الفرق بعدها سنو سكالكترز بعض اللي هي التماثيل من الجليد هينده بارك ايه بخدنا تو ميك اجابها صحيح طيب ايل سجست حلو خاص الفعل سجست من الافعال اللي له اكتر من فكرة الفعل سجست لو ما كانش فيه فاصل بينه ما بين الفعل اللي هتجيبه هاته في شكل الجرد لكن لو فيه فاصل بينه وبينه تمام ماشي هنا هوا اه اه هنجيب وراه عندي مثلا اقول لك ايه اي سجست ذات يو كزا هنا بقى بجيب فعل في المصدر او ذات هي كزا برضو بجيب فعل في المصدر مش هتفرق ان كان يو ولا هي وممكن برضو شوت برضو اجيه وراها فعل في المصدر برضو ما هي مع سجست طيب هنا بقدرش اقول مصدر اللي هو بدون تو زي جو او مصدر بتو زي تو جو او حتى جرند معاه تو في الجملة اللي بعدها طب نكمل الجملة بس على سجست شم النسيين في نيجب نيستير عايز روح مهرجان شم النسيين واحتفال شم النسيين في مصد السنة جاء بفور يو جو تو لندن قبل ما تروح لندن يو شوت براكتس اه هنا هو الصياغة ديه براكتس هي وراها الجرند يعني مصدر زاد اي نجي انجليش نقولها تاني بفور يو جو تو لندن يو شوت براكتس سبيكين انجليش مقدرش اقول تو المصدر مقدرش اقول مصدر بدون تو ولا حتى تو معاه جرند طيب يور سجيشن ابيرز اه الاقتراح بتاعك يا بدو ابير هنا بقى عشان اجيب وراها مصدر بالسيار اللي قدام دي لازم اقول تو بي لوجيكل ما ينفعش اجيب ابيرز اللي فعلا مصرف واجيب وراها فير بتو بي مصرفة زي ما انت شايف او في شكل الجرند او بتو جرند لازم اكون بعد كده ابير تو وبعد كده ايه فعلا في المصدر زي ما انت شايفت ابيرز تو بي لحد الان اي وفراغ بعدها هير تو يوز ماي ديكشن اي طيب خلي بالك من من تو ده اي طيب اقول اي ميد هير لو كنت قلت اي ميد هير مش اجيب تو اي ليت هير مش اجيب تو اي الاو دير اه هي دي الفعل الاو من الافعال ان انا عشان اجيب وراه فعل تاني في جملته محتاج ايه محتاج تو المصدر وهي جات ريفوز دمعنها رفض ام فاشا اقول اي ريفوز دي هير تو بتتكلم في تمانية فبتقول لك ايه يلا بينا نروح المكتبة ده معنى ان هيب ايه بتقترح ازهاب المكتبة ليه ركز كده اني جايب لك بعد هيب ايه القلن دي لها النقطتين فوق بعض النقطتين فوق بعض النقطتين فوق فشبابي واشالحازة تبس اعدي اراها ليollo واحكم ي مستطيعNS هنشوف الله سكه ان شاء الله اها اشاش هر النقطتين 인� dec в النقطتين دولا هم ظاهرهم بس هيعني على الاخый النقطتين دولة اسمهم قلن والكلن دولة انا بحطهم بعد المتكلم وقبل الكلام اللي هيقوله تمام اهم النقطتين لفوق دير اسمهم قلن اهاough ايبا هيبا هيبا هيى اللي بتخترح مش let us go بتطلب الازن ولا allows us to go هتسمح لنا ولا refuse to go رفضت لا ده هاي بها هي اللي بتقترح اي في تسعة فراق بعدها eating late at night since it makes me feel heavy in the morning انا كزا التناول الطعام فوقت مدخر بالليل ماشي لانه سنسان معناها بيكوز يعني لان الموضوع ده بيخليه الصبح يعني مش مستريح حسس جسمه كده تقيل وكده طيب هنا dislike بمعنى لا يحب ولا forbid يمنع ولا انجوه يستمتع له بيتمنى I dislike لان هي اللي ينفع يجي وراها جينت طيب forbid ممكن يجي وراها جينت وانجوه يجي وراها جينت كلامك صح لكن المعنى المعنى متناقل The convict المدان فراق بعدها stealing المدان كزا سرقت the lady's money نقود السيدة so he was imprisoned وبالتالي تم سجنه طيب يبقى الراجل ده يا هوبت تمنى ولا Decided قرره ولا Admitted اقره بيه واعترفه ولا Denied انكرا لهو كده اعترف بدليل انه اتساجه طب نحرك الشاشة عشان نروح مع Check Point 5 ولسه برضو شغالين على قواعد الدرس الثالث والرابع من المحدة الخمسة شباب اللي هي قارد لفعلتي تأتي مدبوعة بجيراند او طول مصدر او كده هما طبعا مع اختلافات في المعنى الجملة الاولى في Check Point 5 She never forgets اه خد بارك من الفعل Forget الفعل Forget من الفعل اللي ينفع يجي وراها طول مصدر او جيراند مع فارق شاسع ما بين الاثنين يعني من Tool للجيراند طيب عشان يجيب وراها Forget طول مصدر يبين تنسيت ان انت تعمل حاجة وهتروح تعملها لكن لو جبت وراها جيراند معنى ان انت تنسيت اللي انت عملته بالفعل يعني انت عملت الحاجة بس انت اسم She never forgets هي عمرها ما بتنسى فراغ A cat when she was young كقطة عندما كانت صغيرة يتبدأ معناها بيحكي عن حاجة قديمة يبع حاجة حصلت يبينت كده تجيب جيراند يبا هي مشادة تنسى انها قتلت قطة وهي صغير ما ينفعش هنا لطول مصدر ولا مصدر بدون طول حتى فعلا متصرف زي كان It was difficult for not to get used to خلي بالك من الصيغة دي Get used to زيها زي Amo is and are used to was were used to خلاص محتاجة وراها يناون يا جيراند ماشي اهي المتاحة جيراند نقول جملة على بعضها It was difficult for not to get used to living in a foreign country إجابة صحيحة في جملة رقم الدين المعنى كان من الصعبة عليها صعبة علي نور يعني انها تتقالف مع الحياة في بلد غريب مفعش اقول المصدر في live ولا المصرفة live ولا be live بناء للمجهور سمي admitted to سمي اقرد به خلي بالك من حاجة ان to هنا هو اساسية في admit ماشي to اساسية في admit خلاص فهاجيب برضو admitted to wearing هنا بمعنى اقرت بي او اعترفت به فورن احنا قلنا ايه الفعل admit من الافعال اللي يجي وراها ايه جيراند خلاص فتوهن هو اساسية في الفعل admit عشان كده ايضا نجيب وراها نجيب وراها الجيراند بتاعها لان admit من الافعال يجي وراها جيراند خلاص ما انفعش اقول الفعل في المصدر ولا المصارفة وور ولا هافورن اللي هي المضارع اتا remember من الافعال اللي ينفع يجي وراها طول المصدر وينفع جراها جيراند لو جبت طول المصدر معناها يتذكر علشان يروح يعمل لكن لو جبت وراها جيراند تتذكر مواقع بالفعل شوفكم لا افرق معه المعنى remember a tv program برنامج تليفزيوني about biodiversity التنوع البي كان يبقى هو شاف بالفعل ايه بنجيب جيراند كده ما اندرش يجيب مصدر ولا طول المصدر ولا دي اللي هي فيها بناء للمجهول الجملة هنفيش بناء للمجهول حركنا الشاشة عشان نخلي جمرة من خمسة زهرة معنا تذكر بيقول فيها ودي من الافعال اللي ينفع يجي وراها طول المصدر وينفع يجي وراها جيراند لو قلت مع مصدر توقفت عن حركة لفعل شيء جديد لو جبت ورا توقفت عن الفعل بطلته تعال نشوف وانت تشدين كذا الناس سجفت اه يبقى انت هنا حدث وقع بالفعل وماضي يبقى انت كده هي تروح تجيب له معنى الجملة عندما توقف الاطفال عن الغناء الكل سجف يعني يالي خلصوا غنيتهم فالناس سجف اجابة صحيحة منفعش طول المصدر ولا المصدر انتوه لحتى تو وراها جيراند بيقول في ستة ويا ريجريت ريجريت برضو من الافعال اللي ينفعي وراها طول المصدر ينفعي وراها جيراند ريجريت معناها يندم طبعا لو قلت وراها طول المصدر يبقى انت ندم على اللي لسه هيحصل اللي هتقوله اللي هتعمله لكن لو كانت على الجيراند يبقى انت نتمنى على اللي بوقع بالفعل ريجريت يو ذات احنا ايه عايزو لكين نندم كزا انت الطلب اللي انت قدمته الاسف ما كانش ايه ما كانش ناجح خلي بالك ان هنا في مدارع تام طلب في مدارع تام يبقى هما نتمنين على لسه هيعملوه يبقى طول المصدر ما قدرش يجيب الجيراند هنا لان الحدث لم يقع ما قدرش يجيب المصدر ما قدرش يجيب المصدر ما قدرش يجيب المصدر ما قدرش يجيب جيراند We need to change We can't go in like this اللي هي السيغري اللي هي Can't go on يجيب وراها جيراند طيب ايه معنى الجملة على بعضها بيقول ايه هو بيقول احنا محتاجين نتغير تمام We can't go on living like this لا يمكننا الاستمرار في الحياة بهذه الطريقة ما ينفعش اقول طول المصدر ولا المتصرفة ولا مصدر بيود انتوه انا عايز جيراند وقولت السابعين انا حركت الشاشة مرة كمانة عشان اخلي الجمل من تمانية لعشرة ظاهرة بطريقة افضل بيقول في تمانية My father intends الفعل intends ان الافعال اللي ينفع اجيب معها جيراند وينفع اجيب معها طول المصدر يعني جيراند معنى مصدر جيه وينفع اجيب وراها طول المصدر يبقى My father intends وفرق بعدها اوز حايز اقولك انه ناوي يشتري طيب يبقى buying تنفع وتو باي تنفع تو هذ قوت لا خلاص انا يقول تاينفع اجيب وراها جيراند او مفع اجيب وراها طول المصدر يبقى both a and b كابتن صحيحتين اخذ الاخترال يا خير يقول في تسعة Oh my dear It's starting خلي بالك It's starting يبقى انت هجيب كده هو طول المصدر It is starting طورين لان دي it is تمام It is starting يبقى انت تقول طورين ماشي مادرش اغرينك جيراند مادرش اغرينك جيراند مادرش اغرينك جيراند ولا اني لكابتن مع بعض He could remember وفرق بعدها Along the road Just before the accident But he couldn't remember the accident itself حلو خاص في اشارة الى ان الحدث اللي بتكلم عنه هو واقع حدث القيادة تمام انه كان سائج طيب ببهنها هو remember يجي وراها جيراند ما يجيش وراها طول المصدر لان فعال remember مفعالي مفعاراته المصدر مفعاراته جيراند لو جبت طول المصدر بنت تتذكر علشان تروح تعمل لكن ده ما وقع بالفعل هو تمكن من تذكر القيادة driving along the road بطول الطريق Just before the accident قبل الحدثة لكنه لم يتمكن من تذكر الحدثة نفسها طول المصدر لا متصرفة drove لا متصرفة driving لا العلمانه قدامنا شباب language general exercise تدريبات عامة على القوائل اول جملة بالله في عرب راكد لا Keyhop سوفرق بعدها a price for his school work طيب الفعل هو ممكن اجيب وراها two one مصدر ماشي he hopes two خلاص كده طيب لكن هوب احنا استخدمناها قبل كده مع المستقبل بسيط مع وين ممكن اجيب وراها اه اه ويلو المصدر بس خلي بالك من حاجة محتاجة يكون في ضمير تاني هنا. هنا مفيش ضمير يبقدر قول مصدر. برضو تفيد الاستقبال على فكرة برضو. هي اتمنى انه هيفوز بجيزة على العمل لمدايسك بتاعه. هنا جاي معها تول مصدر. طيب. ما اقدرش اجيب كده جيراند. ما اقدرش اجيب تول جيراند. ولا حتى زادت معها فعلي في المصدر. ويقول نوتست ذات شي افايدد فراغ اتاص. افايد من الافعال اللي نجيب وراها جرد. ما قدرش اقول لوكس مضارة متصرفة ولا تول مصدر ولا تبي في بناء المجهول هنفيش بناء المجهول جملة اساسا. تمام. الوالدين يوالدوني. طب الفعل من الافعال اللي انا اجيب وراها تول مصدر. يبقى والدان يواردان مني. ان انا زاكب جدا واشتهاد واحصل على درجات تعالية. طبعا. عن طول مصدر. ما قدرش اجيب جيراند زي ما قدرش اجيب مسيرف زي ولا حتى المصدر بس بدا تولها. انا عايز لازم تو مع مصدر. اربعة بتقول كلا انت محتاج جيراند. احنا هدوب مخلصين اه هدوب اللي خلصنا مشاهدة بنامج عن طريق المصدر. ما قدرش اقول طول مصدر هنا مع السياغ دي. ما قدرش تقول جيراند. ما قدرش اقول فعل في المصدر بدونتو زي واضش. يجي وراء المصدر ازاي? احنا لسه كنا حالين جملة من شوية. بس في الجزء اللي عادة حكاية ايه بقى? ماشي? زيها زي معاته. طيب تستل. ايه الجملة احنا كنا من شوية حالينها. احي جملة رقم ثلاثة. ايه وانت تو تستادي. طيب نقول قومنا تاني. متى انت قررت ان انت تقوم بدراسة العلم الاحياء في الجامعة? ماذا اشيكي بجاناستادي. ماذا اشيكي بمصدر الصدي ولا حتى تول جاناست. خلي بالك من حاجة. الفعل من الافعال اللي ينجيب وراها برضو تول مصدر. احنا قررنا نحن نروح نجيب وراها برضو اجيب اخويا من المطر. ما نفعش اجيب ولا ولا حتى مصدر بدون تو. لازم المصدر انا ما اصبغته مع الفعل ارنج. الفعل بلان من الافعال برضي اللي اجيب وراء تو المصدر. بلانينج اقضي الاسبوع كله في مراجعة. طيب ما نفعش معي. لا برضو المصدر بدون تو. لا انا شاشة مراكمة معنا. خليكم من رقم تمانية ظهر معنا. بطريقة ضرب بلانك فيها. اه خلي بلانك من حاجة. براكتس. يبقى انت كده. براكتس بلايينج. ما نفعش معي. ولا حتى المصدر في بلايد ولا فعل في مصدر بدون تو. تنس افري دي افتر سكول. هاني واختو بيمرسوا لعب تنس كل يوم بعد المداز. بيقول في قبل دسعة ماي بورنس سجستد اه. ما فيش فاصل ما بين سجستد او سجست في المصدر او المتصرفة مش مشكلة معي في الحكاية داية. ما فيش فاصل بينهم وبين الفعل الجديد. يبقى الفعل الجديد يكون في شغل جيران دو كامل جيمتك الاخر. ماي بورنس سجستد قابين تو دي سيتر. ما قدرش اقول مصدر جو. ما قدرش اقول تو مصدر جو تو جو. ولا حتى تو وراها جران. طيب اللي بعدها عيد لايك هات وراها طول المصدر. اوده ليه يا مستر لاني ود اللي قدامك دي اوقفت فعل لايك. المفروض لايك. لكن ود اللي قبلها دي وقفتها. فبقى اي دلايك تو دو سامثينج ان ديس. انا عايز اعمل حاجة في هذا الشيء. علشان مش روب بتاع. ما انداش اقول بها بناء المجهول في الجراند بين ولا الجراند اه دوينج ولا مصدر بدون تو. اي رجلت. هنستحكين عنها من شوية. رجلت لو اللي عدى. اي باجرا. لو اللي جايبة والمصدر. اي رجلت كازا السنما. انا ندم على كازا السنما. اي توس كانب هنا هو ندمان على اللي حصل بالفعل. يبقى الجراند. الفيلم مكانش كويس بقى هو راح بالفعل بانت عايز الجراند. مقدرش اقول طول مصدر مقدرش مصدر بدون تو ولا المصرافة وين. اتناش اقول لك فيها اي ام ناط يوزد تو وارنج. الله الله الله. اي مستر ازاي جاب تو وجاب وراها جراند. لان تو دي اساسية في يوزد. ام ناط يوزد تو على بعضها. وبعد كده انت بتجيب يا جراند اي ما نقول. اللي موجود ان اي موجود تو مع جراند خلاص خدناها يجاب وحي صحيح. ما ينفعش اقول تو المصدر. ما ينفعش اقول الجراند مع تصريف ثالث. ماشي? ما ينفعش اقول تو مع تصريف ثالث. نروح لجملة التاشر. اي بريفير كزا. باي بس تو كزا باي ترين. انا افضل كزا بالاوتوبيس عن كزا بالاطر. يبقى بكلم يعني عن السفر. بريفير من الصيغات اللي وراها جراند. ماشي? تو وكمان جراند. انت بتفضل يا شباب اما جراند على جراند اما نوان على نوان. مع بريفير. يبقى بريفير بتفضل انا بفضل اهوة على الشاي. او الشاي على الاهوة عشان قلت الشاي الاهوة. تمام? ثانا بيفضل افضل بريفير ترافلينج باي بس. بفضل السفر بلوتوبيس. تو ترافلينج باي ترين. على السفر بالقطاع. ما ينفعش اجيب اي شكل غير الجراند مع جراند. شوفوا. ما درش اقول المصدر مع جراند. ولا بناء المجروف في بينج ولا هاذنج اللي قدامك ده هيا ولا ترافلينج. مع الاتنين جراند. الاتنين فيهم جراند. انا حركت الشاشة مرة كمانا عشان جمنا اربعة عشر تبقى زهرة معانا بطريقة افضل وبتقول اتس نو يوز. يبقى هات حضرت اجابها. هاتبقى عندها جراند. لا فائدة من الكلام معه. ده ناين. يبقى اتس نو يوز. لا فائدة من كزا لازم يرهج. مفعش اجيب مصدر في تو. مصدر بدون تو ولا حتى بتو ولا ولا جراند مع يبقى في الحالة دي انت محتاج ايه? المصدر. هل انت مهتم? يعني الموضوع لازمك يعني. ان انت تدي لك بصة كده على التقرير الاخير بتاعي. خلاص يبقى ود مع ضمير مع اه مع كار. يبقى انت محتاجتو المصدر. ما قدرش اقول مصرفهات. ما قدرش اقول جراند. ما قدرش اقول المصدر بدون تو فيها. اي كود انت هيلب. اه. اي كود انت هيلب ببقى انت تجيب جراند. اي كود انت هيلب لافنج وين يو او وين يو فل دهون. بقوله انا ما قدرتش امنع نفسي من الدحك يعني. اذا المقصود بيها. قود انت هيلب مع جراند معناها لم استطع ان امنع نفسي بانكاز يعني. ما قدرش اه. هو فضل يضحك لما واقع. ما قدرش ايجي من صرف الافد ولا تو المصدر ولا حتى اه. مع جراند. on my first day at school في اول يوم لها في المداسة بتكلم عن الماضي. يعني الفعل بتكلم عنه واقع. يبقى remember انها او محتاجة وراها جراند. I remember going into my classroom and seeing. على التاكد اهل جراند ده اكد لك كلامنا. seeing my teacher. لان احنا هنا شباب اند رابط يربط ما بين جملتين. الزمن فيهم واحد. جاب لك جراند بعد اند باكيد كان في جراند قبلها في الحتة دي فاخدنا لكم. ما انفعش او طول مصدر. ما انفعش انصرف هو انت ولا حتى تو مع جراند. احنا حرقنا الشاشة مرة كمان عشان جملة 18 بيزهر مع انتوا فيها. نهاد ريجريتس. هنصبر بريجريتس دي. كان لازم تعمل يبقى ندمانة على شيء في الماضي. طيب البيت عزمة امه ولا لا اتصلت بها يعني اصلي ولا ما اتصلتش. قلص كده? يبقى هي ندمانة انها ما اتصلتش. يبقى نوت فوني. يبقى لما الجراند اللي عندك يكون مثبت هاتو مباشر. مش مثبت ما في يعني هاتقبلو نوت مع هذا الجراند. ما قدرش اقول نوت مع تصريف زي نوت فوند. ما قدرش اقول نوت والمصدر ولا نوت مع تو مع مصدر. انا الاساس ان جملة م peuvent معها جراند طبже من فيها فجبت لها نوت. اي كو مبليتلي فورغوت انا نسيت تماما ايه? يوم اي الكترونيك الكتروني انت اللي هو القاموس الالكتروني بتاعي. اي ثوت اي هات لوست اد. يبقى هو نسي ان نسلفه له يبقى نسي بالجرند. لان الفعل واقع. انا نسيت ان انا اسألت لك. ما نفعش بلند المصدر ولا تو مع مصدر ولا تو مع جرند. امينة اعترفت بعدم معرفتها بكيفية فتح البق. ما قدرش قلت بانون بناء المجهول ولا تو مع مصدر ولا تصريف تالت. الفعل لت اللي بعده مصدر بدنته. ما قدرش قلته مع مصدر لان لت لأملاش كلام ده ولا جرند ولا تو مع جرند. ما قدرش قلت تصريفات في بيضان يعني بي مع تصريفتات او حتى او د. اصبر شوية لان جاي باختيارات طويلة. طيب بيقول ايه بقى اصبر? هلا تمنت فرق بعدها. هلا تمنت ان هي الحفلة بتاعة الجانب. طيب. لا هوب ما يجيبش ورها فور. هلا هوب. طيب ازاي هوب وازاي اقول ويل. ما نجيش. حارفة اقول لك كنا قولنا ماشي. طيب. ما جيش ورها جرند. يبقى فاضل ايه? عشان فيه بناء المجهول. مفروض ايه? هلا هوب ماشي? كزا. فعل في المصدر. بس الجملة لسه فيها بناء المجهول. الفعل الاصل فيها ما كانش لسه جاه. يبقى هلا هوب تو بي انفايتد. هلا تمنت ان تكون قد تم الدعوة. اي ديس لايك نيجي وراها اذا جرند. سوزول شوية. انا اقرأ كزا في وقت متأخر من المساء. طيب. المفروض اني بعد استجيب وراها جرند. طيب. لو قلت انا بكره زيارة. زيارة مين? مفيش مفعول بيه. طبعا تقول المصدر مش هتنفع. طيب مع تصفتها مش هتنفع. فاضل اني جملة فيها من المجهول. فبتاخد شكل لجرند. لاني مفروض تستجي وراها جرند. طيب. ولسه الفعل العاصل مياش. ده ما كان مين ده? فانضيف الجرند اللي هو. انضف لها اي نجي في البيتو بي. وبعد كده بتصفتها. يجي حد يقول لي مسا اي نجي امتا قلت لك كده? لما تبقى فعل عاصلي. لكن هنا مش فعل عاصلي. هنا هو بنقل المجهول. وليست فعل عاصلي. اجابة وحيدة صحيحة. انا حركت الشاشة مرة كمان عشان جملة عاصل عشرين. باز انا منابت افضل فيها. هي ادفايز مي. اه ادفايز من الافعال اللي انت عشان تجيب وراها فعلة في جملتها. لازم يكون في شكل طول المصدر. اه? نقول تاني. هي ادفايز مي تو باي ان اتوماتيك كار. هو نصحك ان اجيبها عربية اتوماتيك بدلا من ايه الفيئة اللي تاعي بدي القديمة دي. مستعملة. ما قدرش اقول تبي تصف تالت ولا جرند ولا تو مع جرند. بعد الكلام عن الخدسة. هي وانت جرند جديد. ما جايب توقين قدها. خلاص ادلو جرند تاني انت. هي وانت عن توقين باو دماتش. استمر في الكلام به بالجرند. طيب. there is no point in. عايز اقول لك ما فيش فائدة من كزا يعني. طيب دي من الصيغات الشباب اللي احنا بنجيبه راجرة. there is no point in arguing with her. فيش فائدة. عايز اقول لهم ما فيش دعي للمجادلة معها. فيش فائدة ان المجادلة معها. هنا بغضا ما قدرش اقول لتول مصدر. to argue. ولا المتصرف. ولا تو هذا مع تصفتات. I went to the airport. تمام حلو خالص. انا روحت المطار. لسه مش باين. لسه مش باين. to meet her. ان انا بغض. طب جاب لها المصدر ايه. طب ايه الحل. but she didn't arrive. لكنها لم تعد. طيب. I went to the airport. ماشي الكلام السعيد عن هذا الشخص. خلاص. to have expected to. ازاي دي. to expect to. اتنين تو واربعا. طيب. بعد كده عند expecting. وبعد كده بإكسبيت من المجهول. الجوافاش من المجهول. I went to the airport expecting. متوقعا كده. انا محتاج جراند عشان افضل اكمل جميل الاخر. في التسعة شو ما لك فيها? why does your sister bite her nails? هي ليه اختك بتعض في الانامل بتاعتها? اللي هي اطراف الاصابع يا شباب. ضافرها من ايه من قدام? قال له ايه? قال له she doesn't enjoy كذا. them she can't help. كذا اه. كده انا عايزي اتنين جراند. لاني انجوي من الافعال اللي جوراها جراند. وكانت هلب من الصياغات اللي جوراها جراند. فين اللي اتنين جراند? دي بتنج معدو دو فيش اتنين جراند. بس صبر. هنا بايت معدو ما فيش جراند. تو بايت اه في جراند واحد. لا انا عايز اتنين جراند اهي. بتنج دوينج. نول تاني. she doesn't enjoy. بتنج ذيم هي مش مستمتعة بانها عمالة بتعود في ضوافرة. she just cannot help. don't get. كل اللي حكالنا مش قادرة بطة. باخدنا انجيراند ون نتسرفين. عشان نجوي في الاولانية. وعشان can't help في التاني. نحرك الشاشة مرة كمان. عشان نخلي الجمل من تلاتين لخمسة وتلاتين ظهرين بطريقة جيدة. بيقول في تلاتين. i always look forward to. حلو خالص. مفروض يجي جراند. as the captain of the team ككابتن الفريق. ضيب. المفروض اجي بجراند. يعني انها choose متصرفة مش انفعة معايا choose وchoose المصدر باي مش انفعة معايا. كده قدام اختار ما بين choosing وبين being chosen. طيب تعلم كده. انا اتطلع الى ان انا اختار مين? ما فيش. فيش مفعول. اه بناء المجهول في شكل الجراند. الطبيعي. لما نجيب الجراند انا اول اللي هي choosing اللي واحدها مش هتنفع لان الجملة مش اكتف. تروح انت تخليها مبنية المجهول. مبنية المجهول يبقى تبقى مبنية في القاعدة اللي انت شغال عليها اللي هي اللي هي اللي هي الجراند. البناء المجهول من فير بتو بي ان انت تريب بي وانضيف لها نجيه وتروح تجيب تصف التالي في الاسف الجملة. كده خلاص عملتها. وعشان تفهم حكا ده اكتر لو انت عايز ترجع عليه اقامون كده 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 قاعد لاكت في الباس فريد السجاية قدام شوية. وهنشعارك ان شاء الله بتفصيل. وبرده تقدر انت لو عايز مستعجل شوية ومش قادر تصبر ممكن تقدر تدخل عليها وتشوف الشروحات بتاعتها ان شاء ما. بعدها معناها متنكر. المجرم متنكر. طيب عشان يتجنب. ما افويت دي من الفعال يجورها جيراند برضو. طيب. باي ذا بوليس يبقى فيه من المجهول. يبقى نقول بينج ارستد. موضرش اجيب الجيراند العادي اللي هو اكتف ارستنج. لأ. لازم اجيب منها المجهول. ارست مصدر بدون تو ولا بايع لها مش هافع معايا. ورا حتى بي ارستد لأ. جيراند مبني للمجهول. في اللي بعدها. ده شوف السيستانت العامل اللي شغال في المحل. معنى اقنعني بالشرة يعني. تيشرت الغالي ده. ده معنى ايه? سمح لي بالشرة? فورا لو برايس بسهل المنخفض لا. اقنعني انا جامعة اجي مرة دانية. عشان في مجموعة افضل. اقنعني بالشرة. لما اقول معناه معناه ما تنفعش فورسد مي تو باي. اي وز ميد. لما ميد تبنى للمجهولة شباب نجيب وراء طول مصدر. لاني ميد ماشي في الهاب السببية. لما اقول فلان جاء على فلان يقوم بفعلة معين مفروض تيجي وراها مصدر بدون تو. لكن لما تبنى للمجهول نجيب وراها تو مع مصدر. فنفعش اجيب المصدر لوحده زي ريفايز ولا جيران. زي ريفايزينج ولا تو مع جيران. اقومنا على بعضها. اي ووز ميد تو ريفايز. زي كومبزوشن اجين. از اتو غوص فلوف مستيكس. اه خلوني. اراجع الكمبزوشن بتاع التالي ناكت من هنا اخطأ. اربعة وثلاثين. حركنا لها الشاشة شوية بس مش انتظر. اي جوت هم تو تشينج هز ماين. جعلتو يغير رأيو. اي كزا شينج هز ماين. اه. فورسد هم تو انت اجبرتو كده? ولا لاتهم اه اه بمعنى يدع تخليتو يعني? ولا برسويدت هم اقنعتو? ولا هوبد هي وود منيت? لا لما لك اي جوت هم تو كزا? معناها اي برسويدت هم. انا اقنعتو انه غير رأيو. في الاخيرة اتنين بيتكلم ولو بيقول لك. why didn't you return the book you had borrowed? فقول لك يا عمي ما رجعتش لك كتاب اللي انت استلفته. راح قال له او. ايه تاويك اجو? قال له لا يا عمي. ده انا رجعته نسبوع عد. المهم ما عند الريميبر ايجي وراها جيرا لانه بيتكلم عن الفعل اللي وقع. مش اللي لسه يتعمل. طبعا ما دارش اقول تول جيراند. ما دارش اقول اللي هي مصدر بتنتو ولا حتى المصدر بتو. هنا بان انا عايز جيراند وخلاص جمنا لان الفعل هو وقع بالفعل. كنت شفاقوا انتهى. تدريب القواعد كان جاي على الدرس تلاتة واربعة من الواحدة الخمسة كانت تدريبنا معك ان تنتهي بعد. ان شاء الله انتظنوا في المزيد مع معلم خبير اللغة الانجزية مسلوس العزة. السلام عليكم وبركاته.